بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي ظلاب الفرقة الثانية انتظام عربي مقرر اقصديات التجارة الخارجية النهاردة هنسعد بحضرتكو في محاضرة عن منظمة التجارة العالمية وده الفصل السابع من الكثير قبل من نتكلم عن منظمة التجارة العالمية كنا في الفصل السادس اذا اتكلمنا ونقشنا مع حضرتكو التكامل الاقصادي وضحنا مفهوم التكامل الاقصادي بانه عبارة عن عملية تحقيق الاعتماد المتبادل بين مجموعة من الدول بدرجات تتراوح تصاعدا بين التعاون الاقصادي البسيط زي منطقة التفضيلات وتصل الى اقصى درجاتها في الاندماج الاقصادي او التكامل التام اتكلمنا بعد كده في هذا الفصل عن مجموعة من الفرق بين التعاون الاقصادي والتكامل وبين التدويل والتكامل الاقصادي وغيرها من المصطلحات اتكلمنا ايضا عن اشكال ودرجات التكامل الاقصادي قلنا اول شكل من اشكال التكامل الاقصادي النظام التفضيلي او المعاملة التفضيلية وده هي الدول التي تنتمي الى النظام التفضيلي بتعطي فقط مجرد تخفيضات او مزايا جمركية متبادلة يعني في الوضع التفضيلات احنا ما بنلغيش التعريفة الجمركية لكن بنخفض فقط التعريفة الجمركية على الدول اعضاء منطقة التفضيلات او المعاملة التفضيلية قلنا مثال لذلك منطقة الكومنويلس اللي هي المستعمرات البريطانية السابقة الشكل التاني كان منطقة التجارة الحرة اللي فيها بيتم الغاء التعريفة الجمركية على السلع المتبادلة بين الدول لكن كل دولة بتحتفظ بالتعريفة الجمركية الخاصة بها تجاه الدول الاخرى نكلمنا بعد كده عن التحاد الجمركي انه هو منطقة تجارة حرة. لكن يتضمن الاتحاد الجمركي حاجة تاني تطبيق تعريفة موحدة تجاه العالم الخارجي. ايه عن نفس التعريفة الجمركية الموجودة في اي دولة من دولة اتحادها نفسها. واخدنا مثال لقلنا السعودية ومصر عملوا تعريفة جمركية مضية اتحاد جمركي. مصر بتطبق نفس التعريفة الجمركية التي تطبق في السعودي. ثم درجة اعلى الوحدة الاقصادية. في الوحدة الاقصادية لا يتم فقط بعد التحدي الجمركي في السوق المشاركة. السوق المشاركة درجة اعلى من الاتحاد الجمركي. فهذه الحالة لا تخفض فقط او لا تلغى القيود على انتقال السلع بالدول الاعضاء. بل ايضا تلغى على انتقال عمل انتاج اللي هي العمل ورأس المال. الوحدة الاقصادية هي عبارة عن سوق مشاركة لكن بنعمل حاجة تاني تنسيق للسياسات الاقصادية بين الدول اعضاء الوحدة الاقصادية. ثم اعلى درجة التكامل التام. هنا بنقول فيه حرية انتقال السلع وخدمات. حرية انتقال عامل الانتاج. فيه التوحيد للسياسات الاقصادية. واقامة مؤسسات تدير العملية التكاملية. النهاردة حضرتكم في الفصل السابع ما نتكلم عن منظمة التجارة العالمية. هذه المنظمة هي الركن السالس من اركان النظام الاقتصادي. فيه ركن خاص بالنواحي النقدية اللي هو صندوق النقد الدولي. وفيه البنك الدولي. والركن التالت هو منظمة التجارة العالمية المختصة بالتجارة الدولية او العلاقات التجارية ما بين الدولي. هذا اه اه لما نيجي نتكلم على منظمة التجارة العالمية بنقول ان نشأت هذه المنظمة بعد اختتام جولة ارجوي اعمالها في خمستاشر سبتمبر الف تسعمية ثلاثة وتسعين. وتوصلوا الى اتفاقية ان تبدأ في تطبيقها اه من اول يناير الف تسعمية خمسة وتسعين طبعا بعد موافقة اه 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 الدول اه الاعضاء على هذه الاتفاقية. طب ايه قصت اه 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 اجولة ارجوي اه من منظمة التجارة العالمية تأخر انشاءها كان المفترض انها تنشأ سنة الف تسعمية سبعة واربعين. بعد الحرب العالمية التانية اجتمعت الدول وفي اه اه بروتن وينزو عملوا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكان المفروض كان ده في خمسة واربعين وكان المفروض يتم اقامة منظمة اه 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 تقوم بالاشراف وعلى ركم التجارة الدولية وبدأوا في سبعة واربعين منفاوضات اه اقامة منظمة للتجارة العالمية وفي نفس الوقت في مجموعة تاني اه اه هلو نعمل اه اتفاقية العامة للتعريفات والتجارة بتتكلم عن التخفضات بمجرد ما يتم اه الموافق على انشاء منظمة التجارة العالمية بتعتمد هذه اه الاتفاقية الخاصة بالتخفضات الجمهورية على السلع المتبادل. اه لكن اللي حصل حضراتكو اللي حصل ان الكونجرس الامريكي في ذلك الوقت لم اه اه يوافق على انشاء هذه المنظمة. فلم ترى النور الى ان تم اه اه انشاءه في اتفاقية ارجوية. لكن الدول اه اتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المختصر بتاع حاجات. اه قالت ان احنا يتم تطبيق هذه اه الاتفاقية اتفاقية العامة. وبدأت هذه الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة تقوم بعمل دورات لتخفيض التجارة وتحرير التجارة بين التخفيض القيود على التجارة وتحرير التجارة العالمية. الى ان اه اخر جولة اللي هي جولة ارجوي اه بدأت في اه ديسمبر الف تسعمية تلاتة وتسعين اه في دولة ارجوي. ولذلك سموها اه جولة ارجوي. اه هذه الجولة اه ترتب عليها انشاء منظمة التجارة العالمية. وبكده نقول للمنظمة بدل ما كانت يجب كانت ستنشأ في الف تسعمية سبعة وربعين تأخر انشاءها الى الف تسعمية خمسة وربعين. اه بنقول اله هي ارجوي دي احتى جولات المفاوضات للجات. الجات اللي هي التفاقية العامة للتعريفات والتجارة. زي ما قلنا حضراتكو تأسست عام الف سعمية سبعة وربعين. ما الذي تم التوصل ليه في هذه الجولة جولة ارجوي بنقول تم التوصل الى مزيد من تحرير التبادل السلع يعني تخفيض القيود التعريفية على السلع المتبادل بين الدول. اه تهينا حضراتكو بالاضافة الى ان هذه الجولة امتد تخفيض القيود على مجالات اخرى سواء سلع والخدمات وده كانت حاجة جديدة في هذه الاتفاقية. ايضا اتفاقية توصلت زي ما قلنا الى انشاء منظمة التجارة العالمية اللي هي كيان مؤسسي يتمثل في منظمة التجارة العالمية. هذا الكيان مسؤول عن شؤون التجارة الدولية. وبكده بنقول جولة ارجوي اشكلت ملامح لنظام تجاري دولي جديد بدأ في التطبيق من 1995. جولة ارجوي ده حوالي اربع سنين لكن المفاوضات استمرت لحد 1993. وكان هنا تحت اشراف آآ لجنة مفاوضات التجارة. ولجنة مفاوضات التجارة حضراتكو آآ كانت آآ مجموعتين رأسيتين للتفاوض. المجموعة الاولى في الدورة دي كانت خاصة بمجموعة المفاوضات حول السلع. تحرير التجارة او تخفيض القيود على السلع المتبادلة دولي. تفرع عن هذه المجموعة من المفاوضات اربع طاشر مجموعة فرعية. بتمثل اي حضراتكو? بتمثل التعريفات الجمركية. بتمثل القيود غير الجمركية. اللجنة آآ آآ فرعية خاصة بالتعريفات آآ خاصة بالقيود غير الجمركية. اي يعني قيود غير جمركية? اي قيود يترتب عليها عوائق امام التجارة سواء كانت ادارية او فنية او بيئية او صحية. ده منسميها آآ قيود غير جمركية. آآ ثم بعد كده المنتجات آآ القائمة على الموارد الاقصادية. ولجنة خاصة بالمنسجات والملابس. ولجنة خاصة بالزراعة. ولجنة خاصة بالمنتجات الاستوائية. ولجنة خاصة باحكام الجات. الجات اللي هي الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة. ثم اتفاقية الدولة الاولى بالرعاية. ثم الضمانات والقيود الموقعة على الواردات. ثم الاعانات والتعويضات. ولجنة خاصة بحقوق الميكية الفكرية. ولجنة خاصة بجوانب الاستثمار المتعلق بالتجارة. ولجنة خاصة بتسويت المنازعات. ولجنة خاصة بسير نظام اجاد. ده الاربعتاشر مجموعة فرعية او لجنة اللي مسئلتها مجموعة المفاوضات حول السلع. المجموعة الثانية كانت حول التجارة في الخدمات. وبالتالي اصبح عندنا في لجنة خاصة او لجنة خاصة بتخفيض القيود وتحرير التجارة في السلع. ولجنة خاصة او مجموعة خاصة بالمفاوضات وتحرير اه التجارة في الخدمات. اه بعد كده ده معناه قيام الجزء الثاني انتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية. هنا بنقول هذا الاتفاق اه اه نتج او احد نتائج جولة انشاء منظمة التجارة العالمية. World Trade Organization اللي اختصارها WTO لتحل محل الجات. محل الجات اللي هي الاتفاقية الموقعة اللي هي الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة اللي كانت خاصة بتخفيض القيود الجمهورية على التجارة. وهي موقعة اللي كان الهدف انشاءه في سبعة واربعين انتظل فترة موقعة لحين انشاء منظمة التجارة العالمية المسؤولة عن التجارة العالمية. اه بنقول ان هذه المنظمة اه 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 منظمة دولية. يعني احدى منظمات الامم المتحدة. هذه المنظمة دولية ذاتة شخصية قانونية مستقلة. وتاني وتتمتع بالمزايا والحصنات التي تتمتع بها منظمات ووكلات الامر المتحدة. اه المقررة اه 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 متعددة الأطراف. يعني إذا ما تعارض نص بين هذه التفقية وأي تفقية أخرى متعددة الأطراف يصبح للنص الخاص بمنظمة التجارة العربية الأولوية في التطبيق. مش كده وبس حضراتكم. ده كمان الدول الأطراف التي توقع على هذه الاتفاقية والانضمام لأنه منظمة التجارة العالمية لابد أن تلتزم. تلتزم بها حضراتكم. تلتزم بأن القوانينها الداخلية واللواحة الإجرائية فيها لا تتعارض مع الالتزامات الواردة في اتفاقية جولة الروي. رب ماذا لو حدث تعارض الأولوية لحضراتكم لللواحة وقرارات واتفاق منظمة التجارة العالمية. يعني لا يمكن للدولة بعد الانضمام لمنظمة أن يكون هناك قرار أو لائحة تختلف عما ورده باتفاقية منظمة التجارة العالمية. هنا بنقول نطاق المنظمة ده بيشملية. احنا قلنا صندوق النقد النوحة النقدية وميزان المدفعات. طب هنا بنقول المنظمة التجارة العالمية ماذا تختص بماذا تختص بإدارة العلاقات التجارية بين الدول. يبقى العلاقات التجارية من صادرات واردات وغيرها سواء كانت خدمية او سلعية ده اختصاص هذه المنظمة. ننتقل بعد كده الى ما هي وظائف المنظمة. منظمة التجارة العالمية. اول وظيفة حضرتكو تسهيل تنفيذ وادارة عمل اتفاقيات التجارة متعددة للأطراف واتفاقيات جولة ارجوي. يبقى كل ما نتجه من اتفاقيات في جولة ارجوي. هذه المنظمة مسؤولة عن تسهيل تنفيذها وادارتها تمام. ايضا الوظيفة الاخرى هي ادارة جهاز تسوية المنزعات. اكيد في العلاقات التجارية الدولية بتنشأ اه نزاع تنشأ مشاكل بين الدول بخصوص الصادرات والواردات وغيرها من الامور المتعلقة بالتجارة الدولية. اه في هنا جهاز اصبح احد وظائف منظمة التجارة. هذا الجهاز مختص بتسوية المنازعات وفقا لها حضراتكو للتفاقيات الخاصة بالقواعد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات اللي ترتب على جولة رجوي. هناك ايضا وظيفة اخرى. ادارة جهاز مراجعة السياسات التجارية. ازاي? كل دولة لها سياسة تجارية خاصة بها. سياسة تجارية خاصة بالجمارك. خاصة بالواردات. خاصة بتسعير الصادرات والواردات. ومختلف نواحي السياسات التجارية. هنا بنقول. هنا بنقول حضراتكو. اه في مراجعة لسياسات التجارية لهذه الدول. ايه المراجعة? اه اللي بيان مدى اتفاق هذه السياسات مع اه اه اتفاقيات منظمة التجارة العالمي. طب المراجعة دي بتتم ازاي حضراتكو? اه اه هي بتتم وفقا لفترات زمنية محددة بنص الاتفاق. الدول المتقدمة كل عامين واربعة للدول النامية وست سنوات للدول الى اقل نمو. يبقى كل اه سنتين او اربعة او ستة حسب درجة نمو الاقتصاد. بيتم عمل مراجعة للسياسة التجارية للدولة. والمراجعة دي بتبين ازا ما كانت هذه السياسة التجارية للدولة تتفق او تختلف. لو اختلف نقول كيف يمكن اه اه العودة مرة اخرى الى اه اه الغاء هذا الاختلاف واتفاق السياسة التجارية لهذه الدولة مع تفقيات جولة رجوية. بعد كده بنقول اه قواعد اتخاذ القرار في منظمة التجارة الدولية. في قواعد صندوق النادي الدولي القرار بيتم حسب قوة الاقتصادية للدول. لكن هل هذه القواعد تسري على اه اتخاذ القرار في منظمة التجارة العالمية? لا الواضع مختلف. يتم اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بنفس القواعد اللي كانت تتباحة الاتفاقية العامة لتعرفاته التجارة اللي هي جات. ازاي? بنقول في اجماع. فيه قرارات لا يوجد اعتراض عليها. ده منسمها الاجماع. يبقى القاعد الاولى في اتخاذ القرار هو الاجماع. طب بعد كده قد يكون هناك بعض الدول بتوافق والبعض تعترض في الحال دي بنقول التصويت وذلك عندما لا يكون الاجماع ممكن. طب التصويت ده لو قول خمسين في المية زائد واحد. اه يبقى هنا يتم اتخاذ الاجماع. مؤسسيا زي ما قلنا قبل كده القرارات وفق لقاعة الاغلبية الحاضرة. وزي على اساس صوت واحد كل دولة عادة. يبقى هنا ما فيش الصوت تحتسب على اساس ان لكل دولة عادة صوت. حتى لوكات الدولة دي صغيرة جدا. او دولة زي الولايات المتحدة الامريكية اللي اقتصادها يمثل حوالي اكتر من عشرين في المية من الاقصاد العالمي. تتساوى مع دولة اقصادها لا يمثل اقل واحد من عشرة في المية من الاقصاد العالمي. فكل الدول هنا كل دولة لها صوت واحد بغض النظر عن قوة هذه الدولة. بنقول بيوجد اثناء على قاعة الاغلبية في حالتين. بيتم اتخاذ القرار باغلبية سلاسة اربع العضاء. الحالة الاولى صديقة هي التفسير الشرط او قواعد للتفقية والتنازل او وعفاء العضو من التزامات. لو نحن نفسر شرط او ان دولة العضو لنظمت باتنفس ما تم التزم بنتيجة. ل trauma Подtimersi طريقة حدست بها. يبقى لحالة هذه محتاجة تسويط اغلبية سلسة الاعضاء. سلاسة اربعة الدول. الحاجة التي هي اضافة شرط او نصوص جديدة اكثر تشددا. لاضافة شروط او نصوص جديدة اكثر تشددا بشأن التجارة الدولية في الحالة دي محتاج مفقد سلاسة ارباع الدول العالم. ماذا عن الانضمام والانسحاب من منظمة التجارة العالمية? كيف تنضم الدول? الدولة عشان تنضم لمنظمة التجارة العالمية بتبقى في مفاوضات بين الدولة وبين منظمة التجارة العالمية. هذه المفاوضات قد تستغرق احنا خمس ستة احنا اكثر من عشر سنوات ليتم تعديل ومؤامة سياسات الدولة التجارية مع نصوص وقواعد اتفاقيات منظمة التجارة. وبالتالي يمكن اي دولة عدو دولة زي مصر زي السعودية زي المغرب تونس او اقليم جمركي زي الاتحاد الاوروبي. الانضمام الى المنظمة بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين هذه الدولة او المنطقة او الاقليم الجمركي وبين المنظمة. يبهي هنا في شروط هذه الشروط يتم الاتفاق عليها بين الدولة وبين المنظمة. يسري هذا الانضمام على اتفقيات ارغوي وعلى التفقيات التجارية متعددة الاطراف الملحقة بي. فيه تفقيات ملحقة بجولة ارغوي زي موظم التجارة العالمية ويحول ملك الفكرية وغيره ده بيسري هذا الانضمام على هذه الانضمام. الهيكل الاساسي اللي بيدير المنظمة مما يتكون. الهيكل الاساسي ده بيتكون من المجلس الوزاري. المجلس الوزاري ده اعلى سلطة. ثم المجلس العام اللي هو المجلس الوزاري يجتمع كل سنتين. المجلس العام يجتمع كل شهرين. وفي حالة عدم انعقاد المجلس الوزاري يوم ممثل اقتصاصات المجلس الوزاري. ثم جهاز تسوية المنزعات اذا ما نشأ نزاع بين دولة واخرى بشأن تفسير او انتهاك احد نصوص اتفاقية جولة ارجوي. هذا الجهاز مختص بتسوية هذه المنازعات. ثم آلية مراجعة سياسات التجارة الخارجية اللي احنا اتكلمنا عنه. انه بيراجع مدى اتفاق او اختلاف السياسة التجارية المطبقة للدولة مع اتفاقيات اه جولة ارجوي. وهناك سلاسة اه مجالس زي مجلس السلع ومجلس الخدمات ومجلس الميكية الفكرية بيساعد المجلس العام والمجلس الوزاري في اتخاذ قرار. هنا بنقول اه ده الهيكل الاساسي الرئيسي لكن هناك اه اه عشرات من اللجان التي تنعقد بصفة دائمة وتساعد في اتخاذ القرار في مرزمة التجارة العالمية. هنا رسم البياني ده بيوضح لحضراتكو او المجلس الوزاري. المجلس الوزاري ده حضراتكو بيساعده تلات لجان فرعية. لجنة التجارة والتنمية. ثم لجنة موازين المدفعات. ثم لجنة الميزاني. بعد المجلس الوزاري في المجلس العام. ده بينوب على المجلس العام في حالة عدم موجود له ان ده بيجتمع كل سنتين. في اه مستجدات تمام موجودة. المجلس العام بيقوم بذلك في غياب المجلس الوزاري. وله اختصاصات اخرى. اه ايضا هناك لجنة مراجعة السياسات او مراجعة السياسات التجارية. ثم تسوية المنازعات. الهيكل بعد كده بنقول المجلس العام والمجلس الوزاري بيساعده مجلس التجارة لحول ملكية الفكرية. ومجلس تجارة السلع ومجلس تجارة الخدمات. اه بالاضافة الى عشرات من اللجان الاخرى التي تساعد هذه المنظمة على القيام بدور. اه كده حضراتكم احنا انتهينا من منظمة التجارة العالمية. وبنقول لحضراتكم ده اه نظام متكامل اه بدأنا من نظريات التجارة الخارجية اللي بتفسر قيام التجارة. وانتهينا به هذا المقرر وانتهينا به اه اه المنظمة المسؤولة عن هذه التجارة العالمية. وبالتالي بتقول خدنا نظريات اللي بتفسر ليه بتقوم التجارة. ثم اتكلمنا عن اه اهم موضوعات الاقتصاديات التجارة الخارجية اللي هو اه اسواء الصرف الاجنابي وميزان المدفوعات والهجرة الدولية وتحركات رأس المال وتكامل الاقتصادي واخيرا منظمة التجارة العالمية. كده المقرر اه انتهينا منه لكن انا شايف ان حضراتكم لازم في اه اه فصل انا بعضتوا لكم من غير شرح اللي هو ميزان المدفوعات يعني لدهم مراجعة من خلال وبالتالي انا هراجع لكم تاني على هذا الفصل اللي هو الفصل التالت. اللي هو خاص بميزان المدفوعات. في المراجعة يعني ممكن يبقى المراجعة دي محاضرة او اتنين على حسب الوقت اللي هيستغرقه الشرح الفصل الثالث اللي هو ميزان المدفوعات. بكرر لحضراتكم تاني بقول ربنا يحفظكو بقول لخلو بالكو لكن لما نيجي نتكلم عن الكتاب التطبيقات مرة اخر. الكتاب التطبيقات بنقول في اسئلة واغوبة. القالب اللي يقدر يحل الكتاب التطبيقات يبقى متأكد تماما انه فهم اه هذا المقرر. البعض منكم بقول في بعض الاسئلة فيها بعض الصعوبة شوي. انا بقول نرجع للكتاب ونشوف السؤال ده موضوع هو في الكتاب ونزكروا بفهم الحفظ اهانة للعقل البشر. لما نزكروا بفهم هنقدر بعد مرة او اتنين نقدر نحل هذه الاسئلة. اه هنا احنا المفترض دلوقتي المقرر خلص بالكامل فالحضراتكم لازم تحلوا كل كتاب التطبيقات ده تدريب جيد جدا. تدريب كويس قوي على اه 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 اسئلة اخر السنة وتدريب كويس جدا على فهمك لهذا المقرر. البعض اللي يقدر يتمكن من حل هذا الكتاب اه 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 يقدر اه او يتأكد ان شاء الله يقدر يجيب تأدير اه كويس. وانا اتمنى لكل ابنائي وبناتي اه طلاب الفرق التانية انتظام عربي يجيبوا افضل تأدير في هذا المقرر. وده يسعدني اه يسعدنا كتير اه طبعا من حضرت. اه الى ان نتقابل في المحاضرة القادمة بتمنى لابنائي وبناتي اه اه ربنا يحفظكم من كل مكروه. حافظوا على نفسكم. حاولوا تستفيدوا من الوقت ده زي ما قلت في اه ان كنتوا تدعموا مهاراتكم في برامج مجانية موجودة ان نستفيد منها. في المقاررات الدراسية اللي عندنا نحاول مزاكرتها نحاول نحن نفهمها كويس جدا. لان ده مهم اه لينا بعد كده التأدير في سوق العمل. اه اتمنى لكم كل خير وربنا يحفظكم وربنا اه 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 يوفقكم دايما للي فيه الخير ودايما متميزين ودايما متفوقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.